السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكيد الجمهور المصري الحقيقي هيرد الجميل للشعب الجزائري الجميل. هيرد الجميل في البطولات الشعبية. خلي بالكو يا جماعة. مين شاف تحية العلم الجزائري في مباراة اه مصر مع الجزائر لسه من ساعات مبارح. شفت الجمهور المصري اول ما قاله تحية العلم الجزائري. شفت جمهور المصري هيص ازاي? طيب مين كمان شاف النشيد الوطن الجزائري هو بيتقال الناس وقفت احتراما في المدرجات والمشهد كان واضح جدا في الفيديوهات حاجة محترمة جدا. حبنا للجزائر مش اه مش هان انا اروح اشجع المنتخد الجزائري او الجمهور الجزائري يروح يشجع المصري. لأ حبنا للجزائر هو احتراما للبلد الجميل الجزائري. اه بطولة كرة اليد في مصر مش بطولة شعبية. البطولة البحر المتوسط تلك كانت موجودة في الجزائر هي كانت بطولة جماهيرية. الجماهير الجزائرية والشعب الجزائري هو لنجح البطولة. فبالتالي كان المدرجات مليانة من الجمهور الجزائري الحقيقي اللي هو بقى الجمهور المشجع الحقيقي لبلده. عشان كده روحهم الجميلة كانوا بيشجعوا المنتخب المصري في كل البطولات. لكن في مصر كان في بطولة واحدة موجودة كده من ايام والله انا ما شفتش حاجة منها. وما فيش واحد اتفرج على البطولة دي عشان عشان عارفين. بحر متوسط جميع الالعاب والبعثات مليانة في الجزائر والبلد كلها. في افتتاح وفي ختام وفي يعني هيصة في الجزائر. لكن عندنا في مصر ما فيش حد احاسس بالبطولة دي والله. بطولة اليد. انا عايزا نقلك بس بطولة اليد معمولة في مدينة بعيدة جدا. مدينة في المدن الجديدة. الشعب او الجمهور الرياضي المصري ما يقدرش يروح المسافة دي. فيها ساعتين ثلاثة. طب وليه انا اروح اشجع ساعتين ثلاثة منتخب مصر. الهندبول. لأ. بطولة افريقيا في الهندبول هي بطولة مش شعبية عندنا. ما فيش جمهور مصري حقيقي اللي هما بتوع بتوع التشجيع اللي هما الرياضيين الحقيقيين. لأ البطولة دي لما بتشوفوا جماهير في مطشط منتخب مصر بتشوفهم هي عائلات اللعيبة. العائلات بتوع اللعيبة واصحابهم. لكن والله مش مفيش جمهور حقيقي في البطولة. صدقوني انا هو كابت المصطفى عايش في مصر انا ما شفتش حاجة من البطولة دي. والله العظيمة فتحت حتى حاولت بالرموت شفت مطشة حتى. لانه هو مطشم الشعبي. مش هقولك كاس عالم اليد في مصر. اه كان فيه احتفال. لكن ده بطولة افريقيا في الهندبول اليد والله ما فيه جمهور. والله ما فيه جمهور. لكن احنا جمهور مصر رد جميل الجزائر مش هي ان احنا نروح نشجع الجزائر. رد جميل الجزائر اللي عملوه في البحر المتوسط. الرد بالفعل الجميل بتاحهم هو موجود في القلب. هو موجود في القلب. خلاص. الجزائرين بقوا في القلب. نلعب بقى بطولة خارج مصر جوه. مصر هنقابل الجزائريين. هنحطوهم في عينين. احنا اصلا بنحب الجزائريين والدوانسة والمغربة. لكن اللي عملوا معانا جمهور والشعب الجزائري في بطولة البحر المتوسط. ده مش مش شهادتي انا. ده شهادة الابطال المصريين اللي كانوا هناك. في كل مقابلاتهم في التلفزيون المصري. بيشكروا الجمهور الجزائريين ان هو اللي دعمهم. فاحنا الدعم اللي عملوه الشعب الجزائري وجمهور الجزائري اللي ابطلنا المصريين في البحر المتوسط. مش هنعرف نرد نرد في بطولة مش جماهيرية. كرة الهند بولي يا جماعة واللهي انا هو راجل رياضي وبحب رياضة. ما فتحت دقيقة واحدة اتفرج على المتشاط. ولا عارف ان مصر عملت ايه ولا النتائج ايه? ومش انا بس كل المصريين. كل المصريين ما عارفوش حاجة على البطولة دي. صدقوني والله. وانتوا نفسكم الجزائريين ما بتتبعوش قوي البطولة دي. لكن بطولة شعبية هتشوف المصريين هيعملوا ايه مع الجزائر? بطولة الشعبية بيبقى الجمهور بقى بتعقر الرياضة بتعقرها الحقيقيين هيشيلوا الجزائريين على راسهم من فوق. وانا واحد من الناس لما هشيل الجزائري ايه اري لما يجي مصر هنا شيلوا الجزائري على راسي من فوق برضو مش هو في اللي انت عملتوه لان اللي انت عملتوه كانت مفاجأة رهيبة لما اسم مصر يتقال وسط البعثات كلها والجزائرين يهيصوا كده ويسقفوا المصر ويخلونا منورين كده في وسط الدول ده قرم كبير منكم وانتظرونا النهاردة في فيديوهات كتيرة عن حاجات مهمة بس ما قدرش ادخل الحاجات في بعض هعمل كل فيديو او كل موضوع في فيديو لوحده روح على قناتنا الاتنين في اليوتيوب القناة الاولى القرى مختلفة مع مصطفى صادق والقناة التانية من الاخر مع مصطفى صادق روح اشترك في القناتين عشان بطولات اللي جاية دي تبقى معنا على طول شكرا